فكان هو دايماً مهتم بالإسلام من هذه الناحية وقال لي كده يميها بصراح وأنا عندي صور روي يميها هو كان بيكتب هنا في دفتر الزيارة؟ دفتر الزيارة والسيدة هي كتبتها كمان؟ وقلت على الكرسي ده الواحد دي جنبه هي كتبتها هو كتب وهي مضت وهو مضى ودي حرم السفيل اللي ورانا اهتمامه كان أكتر حاجة بإيه في المكتبة؟ مخطوطات أول ما دخلنا معه ده المخطوطات هو لضاقة ضعيفة كده بس عنا دخلنا فيها الرئيس بتاعنا في يوم الأيام فأنا مش حيبة هو أمنه أهم طبعا قلتولي أنا ما يدرش قلتولي لضاقة لا حدود والضغط الجوي يلوده حدود والحرارة لا حدود موكي بمتفهن دي محضوطات نادرة فتقبل العمر دخل شاف أول حاجة خارس كتاب الموتى بتاع قدوان المصريين وعادت ترجم له منه حاجات الكتاب الثاني وصف مصر قلتولي يعني الفرنساوين سبقوكم بس يعني أنتو حبائبنا برده استعبال هزي عشان عاروه هنا توجعوا عودة قال لي أوه ييس هينو نابليون خلاص خليك حلو عديها دي بعدين دخلنا بقى عليه التاريخ اليهودي التاريخ المسيحي التاريخ الإسلامي حاجات نادرة يعني أول مخطوط يتكتب عن التوراة ظهر في التاريخ وأول طباعة عن التوراة وأول مخطوط عن الإنجيل الكتاب المقدس وأول طباعة عنه ثم القرآن وانبسط قوي قال لي ده طريقة كتابة القرآن زي كتابة الإنجيل قلتولي ما هم عرب في النهاية سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين الترويسة اللي فوق دي عجبا هو مهتم بأشكال الهندسية قوي طب أنا أقول الحاجة فجيني كده لقى صورة كده بعيدة للمحمل قال لي دي سيزا كسوة قلتولي ياس الكسوة أنت أشعرفك ده أنت متفطن قوي يعني كان لطيف جدا جدا وعند تفاهمه ووري له كسوة الكعبة ووري له المحمل وعند يشاف صورة بقى المحمل وطالع فيلم حطهوله أنا يعني فيلم كويس قوي من يام الملك يا فؤاد فشاف واحد بتربوش كده قال لي ده الملك قلتولي لا ده رئيس الحكومة اللي كان بيوصل للمحمل الملك هيطلع بعد كده شوية بعد شوية مفتون بالشرق مفتون بالإسلام والتعاقات الدينية والمقارنة بينها قلتولي انت عارف أننا عندنا 12 سيناجوج في القاهرة الوحدة قال ليه قلتولي 12 معبد في القاهرة الوحدة صالح على أداء الشعاء وعندنا اتنين في اسكندرية منهم أكبر واحد في الشرق الأوسط اللي أمر الرئيس السيسي بترميمه وأنا شخصيا اللي ألقيت كلمة الافتتاح بتكليف من وزير العثار صديخك وزميلك نقرن رسالة عن الرئيس اللي قال له خلي مصطفى يلقي كلمة لك فألقيت الكلمة ديومية بتقولوا إحنا بلد السماحة كان عندنا وزير المالية يهودي مصري ما عندناش حاجة اسمها لا يهودي ولا مسيحي ولا مسيحي هم بيعبروا أبدا عن أي حاجة يعني بيعبروا عن فكرهم ولا هو بيستقبل بس لا 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 في حلال الزيارة مصري لا 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 كان محترم جدا فكرة التسامع دي وعجبه أو التاريخ المصري لذي لا يقارن وقلت له على الأوفرلابنج بقى تداخل تداخل بين جريك رومان الحضارات وبين حضارة الفرعونية الفترة اللي اتبانت فيها المكتبة وحريق المكتبة وقعد ينعيش معايا كان طول الوقت كلام يعني ما هوش ما هوش مش زيارة مراسم لا مش زيارة مراسم مهتم باللي بيشوفه ولازم اعترف بقى انه مبسوط جدا من اللي حصل في مصر بقول لك انه جاي دولة جديدة لأول مرة اي شايف الدنيا متغيرة خلال لا يعني ده جيف في معرض الكلام في معرض الكلام احنا بتكلم عن يا محمد علي وبناء مصر وبقول له الوقت احنا في التكوين الحقيقي للدولة المصرية الحديثة قال لي انا احسس بك انا احسس بك انا احسس بك خالص زيارة زي دي بتستفيد بها المكتبة على طبعا يعني بأي شكل الأشكال راجل اللي حطينا على خريطة العالم في عشر دهاي جميع الميديا في العالم جايبة صورته لانه زي ما انت وما تفضلت في الأول ده أشهر عائلة ملكية في العالم يعني لو أميرة غضبت يبقى خبر الأورنية في الصحف لو أميرة مشيت يبقى غضبت هتلاقي صور هتلاقي كل تفاصيل صورة من الصور دي على كل الجرائد الإنجليزي في حفظ اللحظة على طول شايف الابن التاني الزغنن اللي خد المنت ومشي ده أيه هاري أنا بالدنيا خالص هاري ده لأي درجة دايما في مقولة خدمت واشتغلت يعني في الخارجية في بريطانيا في مقولة إنه يذهب التاج للشخص الممل اللي هو يستحمل الضغط واستحمل المراسم هل شارس هو اللي بيستحمل الضغط والمراسم وظيفة شقة للغاية بس ست اللي وقت عمله له تاج خفيف كب تلبس بتاع تقيل كده يلوح الرأس عارف لو عملت كده رأسة تقع فضيع تقل ابن كلب يعني وبعدين هيشوف ملكة بقالها حاجة وسبعين سنة يعني ربين اديها الصحة بتحس إنه فقد الاهتمام زي ما هم ما عظمش إنه بحس عن العرش ولو وصل لابنه يبقى كويس يعني هم ما عندهمش الحكاية دي كده دي زيارة إيه في عيدتها بالنسبة لنا كمصر لا 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 إيه لازمتها سياحيا وسياسيا أولاً بتبين قدر على فكرة هو منوش أي طول سياسي لا 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 هو خارج قال لي بقول لك نظم لي إنه نخرج عمش على الرجلية فسط الناس زي يعني وانا مكناش متفقيم على الأمن حتى أوه بس الأمن كان مأمن الحتة كويس حاجة اسمها البلازة قدام المكتبة طلع مشي على الرجلية ناحية البحر هو وهي بس ورجعوا قبل مجموعة من المثقفين والشبان وبقى فرحان بيهم أو يتكلم معاهم وهي كلمة معاهم جمعة من الأطفال وقرأت معاهم قصة في مكتبة الطفل عندي ناحية اسمها مكتبة الطفل ورح ظهر بقى المكتبة التانية المتحف التاني اللي هو المتحف الآثار وشاف بقى صور صور رومانية وصور جريجية صور أغريخية لكلب كي إنها صورة حقيقية وقعت منه حاجة وبصوا بندم احنا لأنها فين في مكان الحفر في ذلك المكان لبناء المكتبة دي لأن دي مكان المكتبة الأديمة فدي بقايا لوحات أديمة لكن ده مفيد يعني هو ملوش تقول السياسي هو تقوله معنوي تاريخي تقوله أدبي وتقوله تاريخي أدبي يعني ترى تشوفه تمامهم به وإنفقهم عليه معناها أنه شيء مفيد للمملكة وبتصعاد دايما بيحصل